الحمد لله السلام عليكم المرجو الضغط على زيال لايك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء والصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في التعليق للتخلص من العوارض سواء كان سحر عندك سحر مولود سحر قديم سحر جديد سحر من عند الجين تجديد الأصحار من عند الجين فيك جين يعني ساكنك جين هناك من يقول أن تتقل في الظهر هناك من يقول أن عند الجين عاشق هناك من عنده عين آآ عوارض آآ من الشياطين آآ متسلط عليك آآ شخص سحرك آآ لكي تصبح يعني بلون عمل أو تدخل إلى الإفلاس أو هناك عديد من الحالات لم أعرض كل الحالات هنا فهل أتخلص من العوارض آآ بدون شيخ أو يجب أن يكون لشيخ آآ إذا كان عندك الشيخ يعطيك الأوراد فيها خير جيد ولكن إذا لم يكن عندك الشيخ فيجب عليك أن تجتهد اجتهاد يعني لا يجب أن تعتمد على الشخص لا يجب أن تعتمد على الشخص آخر كي أنت تصل إلى شيء ما فيجب أن تعتمد على نفسك أنت عندك لسانك فيجب أن تحرك لسانك تقرأ القرآن وتذكر الله وكل شيء اليوم سهل إذا وضعت أي شيء بحث علي في الإنترنت تجده أي شيء في قديم الزمان كان الناس ليس عندهم جهاز تلفاز وليس عندهم إنترنت وليس عندهم أي شيء حتى الكتب لم تكن عندهم كان عندهم مرشدين يذهبون عند الشيخ كي يعطيهم أولاد أم الآن فإذا أردت أي شيء تجده في الإنترنت فعلك إلى البحث فضل لا إله إلا الله كما أدكر لا إله إلا الله فضل الاستغفار فضل سورة البقارة فضل القرآن فضل صلاة عن النبي فضل الصلاة فضل قيام الليل فضل الصيام فضل كله تجده في الإنترنت أما الناس من قبل كانوا يبحثون عليه فقط ينتظر أن يقول لهم الشيخ الذي هو قاري الكتب يعني كان موسوعة علمهم الشيخ أما الآن أنت لا تحتاج إلى الشيخ أنت مرشد لنفسك فقط الشيخ لماذا هو مهم لأنه كأنه أستاذ فهو يدرك عليك أنت تغفل ولكن لما يكون شخص يقول لك قل 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 فستستمر أما بعد الحالات بعد الناس بعد الناس لا يستمر لماذا لأنه ليس عندهم شخص يشجعهم يرشدهم يذكرهم فهمتم فإذا كان الشيخ فيها خير وإذا لم يكن الشيخ ليس هناك أي مشكل أنت تعتمد على نفسك ذكر الله سهل وكل ذكر لا إله إلا الله لا استغفار فقط تقتل العوارض أعود بكلمات الله ثامات من شهرين ما خلق من يقتل من يقتل العوارض ما شاء الله لا قوة إلا بله تقتل العين من يقتل منها يبطل العين صورة البقرة تبطل الأصحر كيفما كانت وتقتل الجين والشياطين والجين العاشق من يداوم عن صورة البقرة فهمتم يعني ليس مهم أن يكون عندك مرشد أو شيخ أما إذا كان عندك فهذا فيه خير هذا كل شيء أتمنىكم الخير وإلى اللقاء أبدا تحن إليكم الأرواح أحوصا لكم ريحانها والراح أبدا تحن إليكم الأرواح أحوصا لكم ريحانها والراح أحوصا لكم ريحانها والراح أحوصا لكم ريحانها والراح